بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم وإلى سلسلة تعلم 3D Max معكم جاسم العقيلي سنتعلم في هذا الدرس التعامل مع بعض المجسمات والتعديل عليها عامة عن طريق استخدام الموديفاي وهي بعض المعدلات الهامة جدا في هذا البرنامج سنقوم بإنشاء باكس وذلك بإنشائه في top viewport أنشأنا هذا الباكس سنقوم بالتعديل على هذا الباكس وذلك بذهب إلى موديفاي ومن موديفاي يمكننا التعديل للحصول على الحجم الذي نختاره فمثلا يمكنني أن أضغط ودخل القيم التي أريده لهذا الباكس لحصل على الشكل الذي أحتاجه فمثلا الآن لدي مكعم متساوي الحجم في جميع الاتجاهات فهو متر في جميع اتجاهاته يمكنني أن أختار بعض المعدلات التي تساعدني على التعديل على هذا المجسم فمثلا من المعدلات الممتازة جدا لهذه المجسمات هي عبارة عن بنت فمثلا يمكنني أن نذهب إلى بنت وأختار هذا المعدل وهو عبارة عن مقبس أو فلتر كأنه After Effects أو كأنه بعض البرامج التي تتيح لك وضع فلاتر على بعض الصور ولكن هذه فلاتر ومقابس تتيح لك التعديل على المجسمات ثلاثية الأبعد أعمل بنت نلاحظ أن مجسمي يعمل بنت ممتاز إلى حسب المقبس هذا ولكن البنت هذا ليس ناعما وغير واضح أيضا يمكنني أن نذهب إلى باكس ثم رفع الباكس قليلا لأحصل على هذا الفلتر وستفيد من هذا المقبس بالشكل المثالي فيمكنني أن أعمل بنت ولكن نلاحظ أن بنت هذا عبارة عن حاد وليس ناعما فيمكنني التنعيم هذا حسب ما تذكرونه في درس السابق من إيجاد تقطيعات إلى هذا المجسم فمثلا أجعله يعمل بنت هنا وهو عبارة عن استمالة هذا بالباكس ثم أقوم بتقطيعه على المحور الأعلى وهو عبارة عن height segment فالآن أجزأ نلاحظ أن تجزئي في الviewports موجود ويتيح التنعيم إلى هذا المكعب فيمكنني أن أجزأها في جميع الاتجاهات لو حصل على مكعب فحال تحريكه سيكون جميل جدا فالتقطيع مهم جدا إلى بعض هذه الحالات ولكن في حالات أخرى لا نتعجل نلاحظ أن بنت تم عمله بشكل ممتاز جدا كما يمكنني التعديل على اتجاه هذا البند ويمكنني حذف هذا المقبس وذلك بضغط عليه بلا إيمان ثم ضغط على delete فيمكنني أن أختار مقبس آخر سنختار الآن taper ومن المقابس الجميلة في التعديل على المجسمات وشكلها النهائي فمثلا يمكنني أن أعمل هذا الشكل وأضيف curve إلى هذا المجسم نلاحظ أن هذا المجسم موجود بشكل جميل جدا فعند الاستدارة نحصل على شكل آخر وهذه المعدلات وهذه المقابس تتيح لتعمل مع المجسمات وأيضا تحويرها وتشكيلها إلى أشكال أخرى فيمكنني نحصل على هذا الشكل أو هذا الشكل أو يمكنني التعديل على اتجاه تأثير هذا المقبس فمثلا أريدها أن يؤثر على ال-Y في اتجاه ال-Effect في ال-Primary ال-Y الأساسي أو ال-X هو الأساسي وأيضا يمكنني التعديل على اتجاه هذا الاتجاه ليحصل على أشكال واقع أخرى تماما وذلك يساعدني في النمذجة أو تحريك المجسمات أو التأثير عليها بأي شكل من الأشكال التي أراه مناسبا كما يمكنني الضغط على بعض الخيارات فذلك متاحا لك لتتعامل معه فيمكنني الضغط على هذه المعدلات وإضافتها على أي مجسم تقريبا فمثلا لو وضعنا سيلندر هنا وأنشأناه سنقوم بوضع عليه معدل مثلا هذه الحالة سنستخدم Twist وهذا المعدل فمثلا نلاحظ أني عملت Twist إلى هذا المجسم واستدرت به ليصبح بهذا الشكل ويمكن أعمل Twist على ال-Y فقط أو على ال-X فقط ولكن نراحظ أنها غير ناعمة وذلك بسبب أنتم تعرفونه وهو التقطيع الموجود إلى هذا الجزء التقطيع الآن جيد فلو استخدمت Twist مع هذا المجسم سأحصل على نتيجة جيدة في حال رغب ذلك يمكنني أن أعدل على هذه المعدلات لأحصل على نتائج مختلفة عن التي كنت أرجوها ويمكنني أيضا تحريكها لأحقا عندما نأتي إلى تحريك سنتحدث عن ذلك كما يمكن استخدام المعدلات أيضا مع الأشكال الهندسية فمثلا لو أنشأنا دائرة أو أنشأنا لشكل بيضاوي أو أنشأنا نجمة سنرى هذه المعدلات كيف نستفيد منها في هذه الأجسام فمثلا من المعدلات الهامة التي نستفيد منها في هذه المجسمات هو معدل Lath وهو عبارة عن معدل ممتاز جدا مع الأشكال الهندسية نلاحظ أنه عمل استدارة إلى هذا الشكل الهندسي وهو الدائرة لنحصل على دائرة ولكن يمكنني أن أختار حجم الليث هذا لأحصل على Donut ويمكنني أن أعمل منه لأحصل على شكل أخر وهذلك Unlignment يتيح لتعديل على المعدل فيمكنني التعديل في بعض الخيارات الهامة جدا مثل اللحام الخاص بالمنتصف التقاء هذا المجسمات كما يمكنني أن أختار معدل آخر وهو عبارة عن Extrude وهو ممتاز أيضا مع الأشكال الهندسية لتجسمها إلى مجسمات ثلاثية الأبعاد فلنحصل على نجمة يمكنني أن أعمل Extrude إلى هذا الشكل الهندسي كما يمكنني تقطيعها والتقطيع سيحدث على الارتفاع فقط كما يمكنني أن أحصل على شكل هندسي جميل أيضا باستخدام Bevel وهو من الأشكال الهندسية الهامة جدا أو المعدلات أو المقابس التي نضيفها على الأشكال الهندسية لنحصل على شكل جميل فيمكنني أن أبدأ برفع المستوى الأول من هذا المجسم ثم عمل Outline نلاحظ أن هذا المجسم سنذهب إلى المجسم لنقترب منه نركز على أثر البيفل على هذا المجسم لذلك نرفع الارتفاع وأيضا Outline لهذا الارتفاع ثم نذهب إلى المستوى الثاني نرتفع نلاحظ أنه ارتفع إلى المستوى الثاني وأيضا يمكنني في حال رغب أن أخرج بالشكل الذي أحتاجه واقعا ثم أذهب إلى اللفل الآخر وهو المستوى الثالث والأخير لأحصل على الارتفاع النهائي وأيضا يمكنني أن أعدل على هذا كما يمكنني أن أعمل Smooth عفوا كما يمكنني أن أعمل Smooth إلى هذه التقطيعات أو Generate Mapping Coordinates ويمكنني أن أضع Segments يصبح أكثر نعومة نلاحظ التنعيم الموجود في هذا المكان كما يمكنني أن أحصل على بعض الأشكال الهندسية الآن يمكنني أن أطبق بعض المعدلات التي طبقناها على هذه الأشكال الهندسية الجاهزة يمكنني أيضا أن أطبقها على هذا الشكل فيمكنني أن أعمل Bind مثلا إلى هذا الشكل الهندسي بعد أن أصبح شكلا أمامنا واتجاه هذا البند أيضا كما يمكنني أيضا الضغط بالأيمن على المقبس واختيار Copy Nask لأنسخ هذا المجسم لأضيفه على بعض المجسمات الأخرى وأعمل أيضا أضغط بالأيمن ثم أضغط على Pace لأحصل على نفس التأثير الذي حصلته على ذاك المجسم لأحصله على هذا المجسم أيضا فالمعدلات هذه مهمة جدا لأحصل على الأشكال الهندسية التي أرغب بها وحسب ذوقي أحصل على ما أريد لأحصل على أشكال الهندسية جديدة جميلة أيضا في محتوى وحسب حاجتي كما يمكنني أن أعمل رندر حسب ما تعلمنا سابقا إلى هذه المجسمات أو يمكنني أن أذهب إلى رندر Setup وأعمل رندر تتابعي حسب حاجتي مثلا أريد أن أخرج هذا المشهد كاملا كلقطة فيديو في حال وجود تحرق كاميرا أو غيرها لأحصل على رندر متتابع يمكنني أن أغير أيضا الأوتبوت Size وهو حجم الأوتبوت إلى PAL D1 وهو حجم الـ DVD ثم أذهب إلى المخراج وأين أريد أن أجعل هذا المشهد يمكنني أن أحفظ هذا المشهد هنا على شكل AVI سأسميه إلى تسمية أخرى وهو المشهد الثاني مثلا لكي لا أحفظ على مشهد سابق أنا عملته أضغط على OK يمكنني الآن عمل رندر سيقوم بعمل رندر متتابع إلى هذه اللقطات وأحفظها بصيغة الفيديو AVI وشكرا لكم